بسم الله الرحمن الرحيم هذه حلقة جديدة من سلسلة حل المشكلات الرياضية الجزء الخاص بالتكاملات أو الانتجرالز هنحل نهاردة بعض بإذن الله المسألة رقم 39 في هذه السلسلة مسألة جميلة مش تاخد معنا أي وقت لأنك المفروض جاي من المسألة اللي فاتت فانت فاهم الking property أو القاعدة الذهبية في حل التكاملات اللي الشرح بتاعها في أول فيديو في الوصف لازم تكون فاهم القاعدة دي وإي قاعدة سهلة أوي وهديني بعرفها لك تاني إننا سنقول إيه بيبقى عندنا دلة حاجة فيها دولة المسلسية من شكلها صعب نوعا ما لا اللي فوق مشتقط اللي تحت ولا هيبقى مشتقطه ولو حاولت تحلها هتسعى تتعب جامد قوي كمان يعني حاولت تحلها يفكر كده يمكن تجيب حل يعني إحنا مشتغلين بالنا منه ويمكن يكون لها حلول بس أنا بقولك حل أسهل على طول تكامل محدد من صفر الباية على اثنين نقدر نعمل تعويضة هنا بالحدود دي تجعلنا دلة تجيب حاجة نقدر نعمل عليه عملية مع التكامل الأولاني يودينا الحل تعال وريك إزاي نقول ده مثلا تكامل اسمه i على سبيل المثال وعندنا تكامل تاني هنعمله هنعمل تعويضة والتعويض في التكامل لا يؤثر في الناتج معروفة لن يغير في نتج التكامل ده مجرد بتعمل تغيير في شكل ايه في شكل الـ input لكن الـ area تحت المنحنى حتى لو غيرت اسمه منحنى هتظل كما هي لأن غيرت الدلة وغيرت الـ differential element اللي هو المحور للأفق أو الhorizontal axis وغيرت الحدود كمان فأكنك زحزحت الإزاحة في مكان تاني بس هتظل هي نفس الإزاحة هنعمل ايه التعويضة المرة مجموعة الحدين ناقص variable آخر فنقول الـ x دي شلها وحط مجموعة الحدين اللي هو بيئة على الاثنين ناقص y ليه عشان نخلي السين تقلب كوزين وكوزين تقلب صين ده بقى للرجل اللي متابع معايا فنقيه لما نقلبهم هنجمع التقاملين على بعض هنلاقي البسط تقنسل إدانا صفر اتنين اي بيساو صفر يبقى الاي الواحدة بتساو صفر ده أنا أحل المسألة بالنظر لو أنا في امتحان فهم الفكرة ايه طيب dx سالب dy حدود الـ y هتبقى نفس المسائل اللي فاتت بالظبط لما الـ x بصفر الـ y هتقب باية على الـ 2 لما الـ x تقب باية على الـ 2 الـ y هتبقى بصفر ارجع يكتب التكامل مرة أخرى يبقى التكامل ده من باية على الـ 2 لصفر طب السؤال هلالتكامل ده هيبقى مختلف عن اللي فاتلأ هو وهو فاسمه i برضا لأن التعويض لايؤثر في قيمة التكامل قلناها كتير قوي الاخر dx نشاهد لو نحط dy بالسالب سالب dy السالب يقلب الحدود قلناها لكي من صفر الـ v على الاتنين من صفر الـ v على الاتنين طيب، من صفر الـ v على الاتنين فوق سين x التي هي سين 90 سين 90 نقص Y سين sost Berge أصحاجة في الربع الأولاني تقليckt motto 느�gos żeby reserve ctb donc cn c赤 knight ctb ju 1 sin S foto sin y sin sin cx AU seulement نقدر지 كل Austin ونسميها اكس يعني سميها عماد مش تفرق اي حاجة الفكرة ان الاريا تحت المنحنة او الاريا اندر ذاكر فتظل كما هي المساحة المنحنة ليست دعوة والتكامل هو المساحة تحت المنحنة غيرت اسمه هتظل المساحة هي هي لانك دي اكس دي يعني الحدود دي اكسات لما تخليها وي هتبقى الحدود دي وايات و المنحنة هو هو برضه فهمت الفكرة ايه طب ده التكامل الاسم وي اجمع التكاملين على بعض وهو ده السبب هو ده استباق الاحداث اللي احنا عملناه قلنا لما هنعمل كده ونجمع التكاملين هنلاقي انه يطلع لنا حاجة مميزة حاجة تسهل الحل بصدقى لما نجمع التكاملين هنقولك اثنين اي تساوي تكامل من صفر البي على الاثنين اجمع كده هتلاقي المقام هو هو والبصت صين مع ناقص صين تروح الكوزين مع ناقص كوزين تروح يتفضل فوق صفر صفر على ايه حاجة بصفر دي اكس تعرف تكامل صفر؟ يعني انا قلت لك دي اكس دي حتة صغيرة تحت كده من اضربها في ارتفاع الدلة عشان نجيب الاريا عشان نجيب التكامل التكامل هو مجرد الاريا تحت المنحنة لما يكون بقى المنحنة بتاعك عبارة عن صفر يعني المحور نفسه هل في اي ارتفاع هطلعه؟ لا هل في اي اريا تنشأ؟ لا يبقى الاريا بصفر يبقى ناتج التكامل بصفر بس كده الاي الواحدة بصفر برده الاي الى مين؟ اللي هو التكامل بتاعك وحضرتك بصفر وده بصفر يعني ممكن اجيب لك المسألة ده او ده ونتحل نفسه صريع على الفكرة والاتنين بصفر انا حاسك مش واثق فيه وانا والله برضو يعني عايزين نتأكد صين ناقص كوزين طيب تعال نعملها انا لسه قفل المسألة اللي فاتت فهتليني ايه؟ انا بصور كله وحاول ننزلهم على فترات متبعد عشان ايه؟ نهدي اللعب على القناة شوية صين ناقص كوزين وحط تحت واحد زائد صين في كوزين مظبوط كده؟ اه تمام اظن ان شاء الله ادي له ايه؟ ادي له حتة حتة كومبيوت اقول له كومبيوت ان شاء الله يدي صفر ان شاء الله ان شاء الله ولدت صفر على تقول ليه بقى بص التعليل يميلك تحت الرسمة ويقول لك ان هذا دعنا صفر ليه انه انا جدنا صفر لان عملية حسابية محضة هو قالك ان هذا كمنحنى اصلا حتة موجودة تحت و حتة موجودة فوق فنتج التكامل الاريا اللي تحت انا نعتبرها بالسالب والموجب والفيه بالموجب نعم فكره عفوك الاريا بالسالب منطقي جدا لان الموضوع لا تفكر له نسبي فلو ذي كانت قوة مثلا فالقوة المحور الرأسي او برعاً قوة الفوق وهذه قوة عكس الاتجاه قلبنا اتجاهها القوة كمية المتجهة فالسوالب يعني أن القوة قلبت اتجاهها فلو انت بزلت شغل مثلاً لو دي ازاحة مع القوة فهيدي لك المساحة المنحلة تديك المساحة تحت المنحلة القوة مع الازاحة يدي لك الشغل فالشغل انت بزلت شغل بمقدار معين بعدها بزلت شغل بيعكس المفعول بتاعه لكنك اكتسبت عشر جول بعدين فقدتهم فمجموعة الشغل اللي بزلته ايه ولا شيء مجموعة التغير اللي حصل في شغلك ولا الهواء لانك اللي كسبته فقدته او ده معناه يعني رحزين نطول في دي عشان هنطول على الفاتح كده خلصنا الدرس نتقبل الدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته